شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِنَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ الله تعالى يقول في القرآن الكريم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جميع الأيام هي أيام الله تعالى ولكن الشيء الذي يبدو أن هناك أياما لها خصوصيات معينة وبهذه الخصوصيات تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريفية كما نقول في قوله تعالى أن طهر بيتي هل لله سبحانه وتعالى بيت؟ نعم وهو الكعبة هذا البيت له خصوصية معينة بهذه الخصوصية أضيف إلى الله سبحانه وتعالى أيام الله يبدو والله أعلم الأيام التي حدثت فيها نعم خارقة للعادة كل يوم 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 نعم يوم نعم لا تعد ولكن أيام معينة تحدث فيها نعم عظيمة بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نعمة نعمة عظيمة يوم المبعث يوم من أيام الله يوم إهلاك ثرعون هذا دفع نقمة نقمة عظيمة كل يوم من الأيام كل يوم من الأيام تدفع فيه نقمة بل نقم عن العباد ولكن ولكن إهلاك طاغية مثل فرعون هذا دفع نقمة عظيمة فهذا اليوم يعتبر يوما من أيام الله يوم الغدير يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى وكيف لا يكون كذلك والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام ما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى بدون الغدير إسلام بلا غدير لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا اليوم يوم من أيام الله ينبغي تذكره وينبغي التذكير به نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا اليوم العظيم ضمن محورين المحور الأول ثبوت واقعة الغدير المحور الثاني واقعة الغدير وتعيين المرجعية الدينية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أما حول المحور الأول ثبوت واقعة الغدير واقعة الغدير إحدى القضايا التاريخية الثابتة التي لا يعتري ثبوتها أي ريب أو شك لا يمكن أن تقع مثارا للشك أو الترديد العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه كما قرأت في بعض الكتب صرف أربعين عاما من عمره أربعين عام عمر صرفها وتحمل أنواع المحن والآلاء والمشاق سافر سفرات بعيدة إلى بلاد بعيدة لتأليف هذه الموسوعة الضخمة المباركة موسوعة الغدير التي تقع في أكثر من عشر مجلدات وفي هذا الكتاب تناول قضية الغدير سندا ودلالتا من أبعاد مختلفة بنفس طويل واحد عندما يراجع الغدير يرى النفس الطويل الذي كان للعلام الأمين والصابر العجيب الذي كان له على التتبع والتحقيق والتنقيب والتدقيق والمطالع الوالد رحمه الله كان ينقل أنه العلام الأميني في أخريات أيام حياته أو في الأعوام الأخيرة من حياته ابتلي بانزلاق في العمود الفقري من كثرة ما جلس وطالع حول قضية الغدير كتاب الغدير موسوعة الغدير كافية لإثبات واقعة الغدير سندا ودلالة عندما طبع كتاب الغدير هذه القضية قرأتها منذ أمد بعيد والمقدار الذي يحضرني الآن من هذه القضية على نحو الإجمال والاختصار عندما طبع كتاب الغدير بعض الأفراد الذين يقال لهم علماء وليسوا بعلماء العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من العلماء البعيدين عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا إلى حاكم بغداد مذكور من هو وتفاصيل القضية مذكورة الآن لا تحضرني وقالوا له هذا الكتاب جدا كتاب خطير وهذا الكتاب يجب أن يحرق ومؤلفه يجب أن يسجى مثلا أو يقتل حاكم في ذاك الوقت في بغداد قال جيبوا للكتاب حتى أشوفه لا نحكم على غائب جابوا لموسوعة الغدير طالع الكتاب تصفحه اليوم الثاني جاءوا لم يقل شيء اليوم الثالث جاءوا الحاكم لم يقل شيء ومضت مدة وهم ينتظرون الجواب وهو لا يجيب إلى أن ما تمكنوا أن يسكتوا فقالوا للحاكم ما هو الجواب الحاكم قال لهم أنا حاضر أفعل كل ما تقولون أنا حاضر أحرق كتاب الغدير حاضر أسجن العلام الأمين حاضر أقتل العلام الأمين ولكن بشرط واحد الشرط قالوا تفضل قال الشرط هو أنه جميع الموسوعات الحديثية التي عندكم والتفسيرية والتاريخية والروائية كلها أحرقها مع الغدير قالوا له وكيف قال لأن الغدير لم يأتي بشيئا من نفسه كله معتمد على هذه الكتب أنتو راجعوا الغدير أئمة المفسرين عندما يأتون إلى آية اليوم أكملت لكم دينكم يضطرون يضطرون إلى تناول قضية الغدير أئمة المحدثين ومنهم مسلم في صحيفه عندما يأتون إلى واقعة الغدير يضطرون إلى ذكر هذه القضية أئمة المؤرخين تاريخ تاريخ يجب أن يعكس الحقائق التاريخية حتى المتواضعة فكيف بقضية في هذا الحجم الكبير عندما يأتون يتناولون حديث الغدير وواقعة الغدير باعتبارها واقعة تاريخية اللغويون عندما يأتون إلى اللغة ومنهم ابن منظور الإفريقي وغيره هؤلاء كلهم مكتوبون في الغدير واحد واحد أئمة الحديث أئمة المفسرين أئمة المؤرخين أئمة اللغويين واحد واحد مكتوب عندما يأتون إلى مادة غين ودال وراء أو إلى مادة خم أو ما أشبه ذلك يضطرون يضطرون إلى تناول هذا الحديث إذا كتاب الغدير يجب أن يحرق جميع هذه الكتب يجب أن تحرق صحيح مسلم يجب أن يحرق لأن صحيح مسلم يحتوي على حديث الغدير تفسير الفخر الرازي يجب أن يحرق لأن تفسير الفخر الرازي يحتوي على حديث الغدير لسان العرب يجب أن يحرق لأنه يحتوي على هذا الحديث مسند أحمد بن حنبل يجب أن يحرق لأنه يحتوي على هذا الحديث ماذا يقول فسكت ولم يكن لهم جواب كتاب الغدير موسوعة ضخمة ونقل لي أن توجد هناك مجلدات لم تطبع إلى الآن من الغدير مع الأسف إذا بعض المحققين يهتمون لطابع ما تبقى من هذه الموسوعة القيمة الغدير بحر ولا يمكن لكل أحد أن يطالع كتاب الغدير ليرى ماذا قالوا في الغدير في الغدير راجعوا حتى أبو باكر بحر سنحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 110 من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله واحد واحد يذكر طبعا الحدث رواه أكثر الذين كانوا حاضرين في غدير خم 80 ألف واحد 100 ألف واحد 120 ألف واحد 124 ألف واحد وربما يكونون أكثر من ذلك على اختلاف الأقوى 120 ألف واحد يرجعون إلى أوطانهم في الحجة الأخيرة حجة الوداع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما ينقلون هذا الحديث كل واحد منهم ينقل هذا الحديث طبعا هذه القضية المهمة بتلك التفاصيل فرقى آخذاً بكف علي منبراً كان من حدوج وكوري البيع مع علي أمير المؤمنين صلى الله عليه الرجال بايعوا النساء بايعنه بطريقة معينة لا بالمصافحة طبعاً رواة الغدير يجب أن يكونوا فوق المائة ألف ولكن مع كل التعتيم ومع كل الإبادة للحديث النبوي الذين رووا حديث الغدير مائة وعشرة واحد من صحابة النبي الأعلى كلهم مذكورون في كتاب الغدير الغدير بحر ما يتمكن كل واحد يطالع ولكن هناك كتاب طبع قبل أعوام قليلة يحتوي على مختصر الغدير في 250 صفحة تقريباً وعنوانه هذا الكتاب المولى في الغدير كتاب لطيف جيد ملخص كتاب الغدير جيد اقتناء هذا الكتاب ومطالعته والتأمل في مضاميه هذا باختصار بحث حول المحور الأول المحور الثاني واقعة الغدير وتعيين المرجعية الدينية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أتحدث أتحدث بإذن الله حول هذا المحور ضمن النقطتين النقطة الأولى ما هي الحاجة إلى المرجعية الدينية للأمة الدين بمعناه الأعام الذي يشمل كل الحياة طولا وعرضا ما هي الحاجة إلى المرجعية الدينية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحاجة إلى المرجعية الدينية بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي الحاجة إلى النبوات والرسالات الإلهية لماذا البشرية تحتاج إلى الأنبياء؟ العجيب الله تعالى جعل الخليفة قبل الخليقة أول كائن أول بشر على وجه الأرض نبي كان وكانت هناك أمة مشكلة من فردين في البداية أحدهما النبي أبونا آدم وأمنا حواء صلى الله عليه ما واحد منهم نبي ما هي الحاجة إلى آدم ما هي الحاجة إلى إبراهيم ما هي الحاجة إلى نوح ما هي الحاجة إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله أكو هناك في علم العقائد بحث طويل نشير إليه إشارة في علم العقائد هناك قاعدة يقال لها قاعدة اللطف قاعدة اللطف يعني الله تعالى لطيف بعباده ومن لطفه بعباده من رحمته أنه يقربهم مما فيه مصالحهم الواقعي ويبعدهم عما فيه مفاسدهم الواقعي مثل الأب الرحيم أو الأم الرؤوم شلون إتراعي طفلها تحاول أن تجنبه ما يضره إذا أوم تترك طفله طفل من يعرف ما يصلحه وما يفسده يمكن يأخذ السم القاتل ويشربه وهو لا يعلم عندما يتمرض الطفل لا يعرف ماذا يصلحه وماذا ينفعه الأم تسهر عليه بالليالي ما تنام إذا الطفل مريض في حالة خطرة حتى إذا تنام نومها متقطع ما تتمكن تنام ما تتمكن تستسلم للنوم الحمى أحيانا تكون قاتلة الطفل الصغير إذا يصاب بالحمى يمكن إذا ارتفع الدرجة الحرارة أن يموت هذا الطفل مصاب بالحمى الأمة تتمكن تنام لأن عدها هذه الأم شيء من الرحمة وشيء من الرأفة الله سبحانه وتعالى هو الرحمة هو الرحيم هو اللطيف نحن لم نرى شيء من رحمة الله في هذه الدنيا في قبال رحمة الله الواقعية التي نجدها في الآخر رحمة الأم جزء رشحة من ذلك الكنز الإلهي من الرحمة والرأف واللطف مقتضى اللطف أن الله تعالى يقرب عبيده إلى مصالحهم الواقعية يبعدهم عن مفاسدهم الواقعية ألا لا يكفي العاقل لتحقيق هذه المهمة العاقل يبين الخطوط العريضة والخطوط العريضة لا تكفي لسعادة الإنسان في الدنيا والآخر لا في الدنيا ولا في الآخر خطوط عريضة العقل عند مجموعة الأصوليون يسمونها المستقلات العقلية الظلم قبيح العادل حسن رد الوديع جيد كليات العقل يقول خطوط عريضة هذه الخطوط العريضة لا تكفي لسعادة الإنسان في هذه الحياة تفاصيل العقل يقول في كثير من الأشياء ما أعلم الفرائد الشيخ الأعظم رحمه الله يقول كلام لعل مضمونه أن العقل لا يحكم على مجهول مادر أنتو خلوا فتشي في إيدكم وأغلقوا إيدكم قولوا للعقل شنو هذا يقول مادر شنو حكم يقول مادر العقل لا يحكم على مجهول العقل مو فقط يجهل الآخرة ويجهل معادلات الآخرة ويجهل أي من المقدمات تؤدي إلى أي واحدة من النتائج هذا واضح الآخرة غيب مطلق والعقل عاجز عن اكتناه الآخرة بأي نوع من أنواع الاكتناه لا يعلم أن أي مقدمة تؤدي إلى أي نتيجة أي علة تؤدي إلى أي معلوم هذا واضح حتى في هذه الدنيا العقل كليات الأنبياء يعطون يبينون التفاصيل الجزئية القرآن الكريم يحتوي على كليات تتكفل سعادة الإنسان بنحو كل لا تظلمون ولا تظلمون قاعدة كل ولكن ما هي مصاديق الظلم والعدل العقل في كثير من الأحيان يقول ما الآن عقلاء العالم البرلمانات المجالس التشريعية الموجودة في العالم شوفوا كل يعيشون حالة تناقض كل المجالس التشريعية العالمية متناقض المجلس التشريعي الواحد يقرر القانون ثم ينقض القانون ثم يعود إلى القانون الأول ثم ينقض ذلك القانون حالة تبدأ يخرجون قانون يقررون قانون بعدين يشوفون أي مشاكل أثارها هذا القانون يبدلون القانون تكملة يخلون إليه توضيح يخلون إليه ثم يجدون أنه مك القرآن الكريم يبين كليات يبين مجملات ما هو النظام السياسي أكو في القرآن الكريم لكن على نحو الإجمال الآن ألوف الأسئلة توجد في عالم السياسة القرآن الكريم يحتوي الأجوبة كلها على نحو الإجمال النظام الاقتصادي العالمي الآن يطرح عليكم ألوف الأسئلة الاقتصادية القرآن الكريم يحتوي على نظام اقتصادي ولكن يحتوي على كليات من الذي يجيب على هذه الأسئلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما نعلم الفترة المكية كان مضغوط فيها إلى أبعد الحدود تشريعات ما كانت بذاك الشكل في المرحلة المكية 13 عام عشرة أعوام المرحلة المدنية فيها أكثر من ثمانين حرب أو غزوة أو شبههما ما كان مجال فمن هو المبي من هو الموضع من هو الذي يجيب على تساؤلات الأمة من هو الذي يجيب على تساؤلات التاريخ من الذي يجيب على التساؤلات السياسية من الذي يجيب على التساؤلات الاقتصادية من الذي يجيب على التساؤلات الاجتماعية من الذي يجيب على التساؤلات العقائدية من الذي يجيب على التساؤلات الاجتماعية الإمام بعد النبي الغدير قام بهذه المهمة تعيين المرجعية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحديث الثقلين المذكور في صحيح مسلم حديث الثقلين يشير إلى هذا المعنى كتاب الله وعترتي الآن تسمعون من الراديوات وسنة في صحيح مسلم يقول وعترتي خذوا دينكم من علي في تفسير الفخر الرازي راجعوا في المجلد الأول في مسألة الجاهر أو الإخفات ببسم الله الرحمن الرحيم هذا صحيح مسلم رقم الحديث 2408 حديث مطول ينقله عن زيد بن أرقم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله ماكو وسلّه صلاة البتراء يوما فينا خطيبا بما إن يدعى خمّا غدير خوم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر كل محذوف من اللي قص هذا المقدار حديث الغدير كتيّب ولكن مقص الرقيب كلها حذفت ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم حجته هو هذا المقدار موصل إلينا ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحس على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي هذا صحيح مستم بعد هذا أيضا ينقل يقول ألا وإني تاركم فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الظلالة وفيه يعني في الحديث فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله أيم يعني يمين راجع السيوط في قراءات أيم لا وأيم الله قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدق بعده المحدث المشهور الذي توفي قبل أعوام وثارت ضجة لوفاته ولعله قرأتهم نعيه في الصحف من كبار محدثي العامة في هذا العصر الشيخ ناصر الدين الألباني عنده كتاب جيد تقتنون هذا الكتاب جدا مفيد سلسلة الأحاديث الصحيحة جزء أربعة صفحة ثلاثمية وخمسة وخمسين رقم الحديث ألف وسبعمية وواحد وستين الألباني مع أنه في أماكن متعددة أنا متبعة محاول يخفي فضائل أهل البيت يضيع فضائل أهل البيت العثور على حديث في هذا الكتاب مشكل ما تتمكنون تجدونه في بابه ولكن مع ذلك يؤكد على صحة هذا الحديث من عدة طرق وأن له شواهد من أحاديث أخرى راجعوا الألباني الأمة تحتاج إلى مرجع تحتاج إلى مرجع ولكن ماذا صنعت الأمة هذا الشيء الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين في حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني نفس الموقع اللي أنا عندي علي له ذلك الموقع أني يوشك أن أدعى فأجيب أنا دا أروح دا أودعكم هذا مثل حاكم دولة يصعد المنبر أنا دا أموت دا أروح فلان هو مولاكم أنا كنت مولاكم فلان مولاكم يعني شنو؟ واضح اعطوا هذا المطلب إلى أي واحد يعرف اللغة بل لا يعرف اللغة واضح إني يوشك أن أدعى فأجيب من كنت مولاه ألست مولاكم ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا نعم قال من كنت مولاه فعلي مولاه يعني نفس الموقع اللي أنا عندي علي بن أبي طالب عندي الأمة أخذت بهذه المرجعية شيعة أهل البيت نعم أخذ الآخرون أخذوا مع الأسف أنا أذكر لكم مثال واحد ابن حجر في مقدمة فاتح الباري يذكر هذه الأرقام حول صحيح البخاري الأحاديث المروية في صحيح البخاري عن أنس ابن مالك أنس خادم النبي النبي ما قال خذوا دينكم من أنس ما قال أقضاكم أنس ما قال أنا مدينة العلم وأنا سبابها يروي عن أنس ميتين وثمانية وستين حديث البخاري يروي عن عبد الله ابن عمر هذا مو شغل البخاري فقط الآن أنتوا افتحوا الراديوات افتحوا الفضائيات كم ينقلون عن الحسن والحسين سبط يا رسول الله أكو سبط للنبي لهذه الأمة غير الحسن والحسين صلوات الله عليه أسباط النبي كم حديث ينقلون هذه هي المودة في القربة هذه التي قال النبي كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا هذا هو والتمسك المؤمنين صلوات الله عليه هذا الذي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها الذي قال فيه النبي أعلمكم علي أقضاكم علي خذوا دينكم من علي تدرون كم حديث ينقل تسع وعشرين حديث كم عاش علي مع هذه الأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم عاش ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمل ينقل عنا تسع وعشرين حديث فقط عن خادم النبي أنس ميتين وثمانية وستين حديث وعن علي تسع وعشرين حديث هذه هي المرجعية الدينية هذا هو حديث الثقل هذا قول الله تعالى قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربة النبي الوحيد فيما نعلم الذي طلب بين جميع الأنبياء آجر على رسالته هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله أي نبي فيما نعلم ما طلب أجرا ما أسألكم عليه من آجر ما سألتكم من آجر شيء واحد وهو المودة في القربة هذه المودة في القربة علي يعيش مع الأمة ثلاثين عام بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أكثر من أربعة أعوام كان حاكمة يخطو خطبة واحدة من خطب أمير المؤمنين صلى الله عليه كما ينقل بعض المؤرخين من بعد صلاة الصبح إلى الظهر الخطب الشاعر يقول نهج البلاغة قطرة من علمه وين نهج البلاغة في الإذاعات في الصحف هؤلاء يحبون أهل البيت التهميش هذا حب لأهل البيت إلغاء أهل البيت إقصائهم عن الحياة ما كفاهم ما صنع الأولون من القاتل والظلم والتشريط إقصائه ليش لماذا الحقد على أهل البيت قاتل شيعة أهل البيت القاتل على الهوية ليش ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه نهج البلاغة يجب أن يكون مفخرة يجب أن يتلى في الإذاعات في الفضائيات ذلك الأستاذ في جامعة كامبورج الغربية يقول لو عمل المسلمون بنهج البلاغة لسادوا العالم الوالد رحمه الله ينقل تفصيل القضية في بعض كتب إلغاء نهج البلاغة إلغاء الصحيف العلوي إلغاء أحاديث الإمام أمير المؤمنين البخاري بنقل ابن حجر في مقدمة فتح الباري ينقل عن الصديق الكبرى فاطمة صلوات الله عليها حديث واحد وعلى ما أتذكر في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة كتاب جيد يقول البخاري لم يروي ولا حديثا واحدا عن الإمام الصادق إلغاء الإمام الصادق الإمام الصادق اللي بعض المؤرخين كاتبين كان عند عشرين ألف تلميذ أبو حنيفة واحد من تلاميذ مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل تلاميذ تلاميذ ولا حديث واحد يروي عن الإمام الصادق هذه هي المودة في القرد ويروي في البخاري عن عمران بن حطان الذي يمدح ابن ملجم الخارجي الإرهابي المتطر يقول البخاري ينقل عن هذا عمران بن حطان ولا ينقل ولا حديث عن الإمام الصادق وينقل حديث واحد عن الصديق الكبرى وهذا المنهج جاري إلى الآن افتحوا الراديو والتلفزيون نفس المنهج الإمام الإمام الصادق إذا يؤلف حول موسوعة كما فعلها السيدة القزوين رحمه الله يمكن تصل إلى ستين مجلد أحد كبار الأدباء العرب لا أذكر لا أكد يذكر في كتابه عميد الأدب العربي يذكر كلمة عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد منصرفه من صفين أو في صفين ثم يقول إني لا أجد بعد كلام الله سبحانه وتعالى يقول لا أجد بعد الوحي جوابا أعظم من هذا الجواب ترك إحنا أيضا عندنا إهمى كم صرفنا من الوقت لمطالعة نهج البلاغ نهج البلاغ مفتاح لحل مشكلات الحياة المشكلات الفكرية المشكلات الاجتماعية المشكلات الاقتصادي الكليني رحمة الله عليه في الكافي في أوائل الكافي راجع ينقل خطبة توحيدية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه ثم يقول الكليني لو جميع الجن والإنس بعد الأنبياء الأنبياء خلوهم على جانب لهم مقامهم غير الأنبياء جميع الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يقولوا مثل هذا الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى لم يقدروا على ذلك ويقول ولولا بيانه لم يعرف الناس التوحيد وين احنا من هذه المعارف على النحو قد نصرف نحفظ ألفية ابن مالك جيد حفظ ألفية ابن مالك ألف بيت عمر نقضي لحفظ الألفية من بدايتها قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى نهايتها وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اجتمل قد نصرف وقت صرفنا مثل هذا الوقت على نهج البلاغ قرأنا خطب التوحيد قرأنا المعارف اللي بعض يرحون في هذا المجال يرحون على ما قاله أرستو وما قاله أفلاطون وما قاله سقران المتصل بالواحي موجود الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه بيته كان هنا في هذا الزقاق ما أدري أنا سمعت مني اللي نقل لي العم حفظه الله عن الشيخ مرتضى الحائري قال أنه أنا سألت من والدي أنه أقرأ الكتب الكذائية اللي تحتوي على آراء المشائيين والإشراقيين فلان فلان الشيخ عبد الكريم والدي قال لي أنا الشيخ مرتضى الحائري أنا لا أشجع ولا أمنع ولكن فتك لما أقول لك أنت إقرف العلم لو ينفع للدين لو للدنيا هذا العلم أما بالنسبة إلى الدين فهو إطلاق سهم في الظلام واحد في الظلم يطلق سهم وين يوصل ممار العقول العشرة سهم في الظلام واحد يقعد في غرفة المغلقة ويفكر ويخترع نظرية العقول العشرة والعقول الطولية والعقول العرضية وعالم المثون اللي ثبت فضاعة هذه الآراء في المجال الطبيعي إجا العلم الطبيعي وغسل هذه الآراء غسلا راجعوا كتاب شار حكمة الإشراق هناك يقول أنتو عندما توقفون أمام المرآة تشوفون فتشي بالمرآة منه هذا يقول إحتمالات الإحتمال الأول كذلك الإحتمال الثاني الثالث الإحتمال الأخير وهو الحق أكو فتعالم اسم عالم المثال كل شي موجود في هذا العالم إلى الصورة في عالم المثال إنتو تشوفون ذلك الشبح اللي يماثلكم في عالم المثال سهمون في الظلام في عالم الطبيعي أجل علم الطبيعي وأثبت بطلان وزيف أغلب هذه الآراء في الحكمة الإلهية فدأ أشياء قاعد قدم العالم دوام الفئر العقول العشر نحجي البلاغ موجود الصحيفة السجادية موجود معارف أهل البيت موجود الكافي موجود كم صرفنا من الوقت عليها ما إن تمسكتم بهما لن تظل أبد كنا نريد أن نتحدث عن مجالات المرجعية المرجعية الدينية المرجعية الفكرية المرجعية الاعتقادية المرجعية الفقهية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكن ضاقبنا إحنا يجب علينا أن نعود إلى هذه التروة العظيمة المح الموجود النفط كان في بلادنا ألوف الأعوام تحت الأرض الغاس كان موجود تحت أراضينا ألوف الأعوام والبلاد كانت تعيش الضلال والحرب والبار جاء المكتشف وأخرج هذه إحنا عدنا ثروة لا تقاس بها الثروات الطبيعية يجب أن نعود يجب أن نحفظ كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه كلمات أمير المؤمنين تصنع الإنسان يجب أن نطالعها يجب أن نفكر فيها يجب أن نتعمل فيها يجب أن نصرف وقتا عليها هذه الأدعية ويوم المرجعية للأمة ويوم المرجعية للأمة ويوم المرجعية للأيام يجب أن يكون هناك تحول في النفس بالأدعية المذكورة في مفاتيح الجنة تحول في العائلة توسيع على العائلة في يوم الغدير أطفالكم من الآن يرتبطون قلبيا بيوم الغدير كتاب حول عيد الغدير اشتروه جيبوا للعائلة للأطفال نشر هذه المعارف إحياء الغدير في داخل النفس وداخل العائلة وداخل المجتمع ولو بمصباح يدل على الفرحة أمام البلد وإن شاء الله نشر الغدير في العالم أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا مواهب الغدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر